اشتركوا في القناة عمل الحكومي في مملكة البحرين قدم سعادة السيد محمد بن ابراهيم لمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء محاضرة بعنوان برنامج عمل الحكومة في منظومة العمل الحكومي لمنتسبي برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة بيبة ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية كل واحد من المسؤولين لا بد أنه يعرف ليس فقط اليوم والحاضر كذلك لازم يعرف شنه التاريخ اللي صار في هذا المجال لأنه بيعرف وين موقعنا من يوم من الأعراب وليش سوينا هاي الأمور وشنون تطورتها مثلا هذه الأمور وشنون وصلنا إلى ما وصلناه من برنامج عمل الحكومة فاليوم مع المرحلة الثالثة جيم اللي هي ما بعد الملتقى الحكومي واللي هو من خلال مشاركة كل المدراء والمسؤولين في الداخل الحكومة في صناعة برنامج عمل الحكومة هذه يخلي الزامية لكل واحد فينا ليس فقط للتنفيذ إنما الزامية للمشاركة بشغف في صناعة التغيير الحقيقي الإيجابي للمواطن كل في موقعه وكل بحسب دوره من الأعراب 85% ما تم تحقيقه من المشاريع الحكومية ضمن برنامج عمل الحكومة هذا ما أكد عليه وزير شؤون مجلس الوزراء خلال عرضه كما قام بتقديم عرض تفصيلي للدور الذي تقوم به مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة والآليات المتبعة لتنفيذ البرنامج والعلاقة التي تربط برنامج عمل الحكومة برؤية البحرين الاقتصادية 20-30 بالنسبة لمثل هذه اللقاءات جدا مهمة ومثرية للقيادات الموجودة في الدولة خصوصا أن هذه البرامج وهذه الدورات تعطينا فكرة على المراحل التي مرت فيها البرامج الحكومية وكل برنامج لا إمكانياته ولا تحدياته طبعا هذه المحاضرات ممتازة ترغى لأخراج كوادر غيادية بصورة مبدعة يعني بالنسبة لي شخصيا حبيت جميع هذه الدورات والبرامج اللي احنا مرئنا فيها لأن انتمسنا فيها مدى تركيز الحكومة لأخراج غيادات مبدعة يعني مو شرط بس أن نحن نكتفي بأداء المهمة لا للتميز والإبداع ويسعى معهد الإدارة العامة بيبا من خلال برنامج قيادات إلى إعداد قيادات حكومية وطنية قادرة على وضع رؤى واستراتيجيات حكومية تتوافق مع تطلعات الرؤية الشاملة لجلالة الملك المفدى التي اتخذت من رضا المواطن هدفا أساسيا من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر